شابتن بلال مبروك فوز مطلوب نديل آية حق المكسب الأول في توقيت مهم وصعب جدا أه طبعا يعني هو مبروك للأهلي طبعا المكسب مكسب جيد النتيجة يعني أنت محتاج محتاجها بشكل كبير محتاج أنك كنت تكسب أين كان الوضع إيه بالنسبة لك بتلعب بالأساسين بتلعب البودلاء مرايح اللعيبة مش مرايح اللعيبة أنت كنت محتاج تكسب النهاردة وده أمر مهم جدا في غاية الصعوبة يعني أتفق مع الكباتن هي أولويات أولويات بالنسبة لي للعيبة بلعب مين وبريح مين وعايز وهدي مين وهريح مين وهلعب مين شوية وبعدين خرجوا تاني أطمن على النتيجة أمتى وهدي البودلاء أمتى يعني هي أولويات كابتن عامي الأولوية في الوقت الحالي لبطولة أفريقيا ده الأمر المؤكد منه بنسبة مليار في المائة أنت بتتفق مع كابتن أولسام آآ طبع مليار في المائة أنا النهاردة عايز إيه أنا مش عايز إيه أنا النهاردة الأزمة فين عندي الأزمة في بطولة تفريقي الصعوبة في بطولة تفريقي آآ يعني أو الصعوبة في بطولة تفريقي هل الدور العام سهل؟ ده مش معنانا الدور العام سهل كذي ما قال لكابتن شريف بس أنا الصعوبة الحالية فيني فأنا حتة هل هي في الدور العام أنت أنا كريحية في الدور العام أنت حتى لو لقدر الله التلات مورات اللي جيني اتغلبت أنت برضو ما زلت الأول اتغلبت مش تعادلت اتغلبت لا مش تحصل بإذن الله بس بقول لأسوأ الظروف لو لقدر انت برضو هتبقى أي موجود متربع على قمة الدور ولكن الليدة الأهلي الفاليو الكبير جدا ده والقيمة التسوقية الكبيرة هي بطولة أفريقي عشان انت كده عشان كده انت عينك دايما على بطولة أفريقي رقم واحد بالنسبة لك وهذا الهدف اللي بتسعيله الهدف اللي بيحطك على منصات التتويج بين كل أنديات العالم الكبار الهدف اللي بتسعيله عشان كده بيت أكبر نادي يعني عنده قيمة تسوقية وأكبر نادي عنده من 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 كل الحاجات من بطولة كسر عاملة عندها للشركات الرعية لا 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 عشان انت بتروح بطولة كسر عاملة ناديا ناديا قيمة تسوقية اللي لايك نازي بقالي انت تكلم عن 29 و 18 أعلى 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 حاجة في أفريقي القوتن الكاميروني كام؟ اثنين من عشر 250 ألف يعني معهم اقولك اثنين من عشر تقريبا انا ما كملش مليون دولار يعني الزب فانت النهاردة انت بتبص وبتفكر وبتقر علشان تلعب علشان تروح لبطولة كفرق تمام عشان كده احنا كنا بنتكلم في حتة ايه ما بين الشوطين حتة انه هل انت النهاردة خلاص المبراء أصبحت بين إيديك كنادي أهلي تمام انت كسبان 2-0 الشوط الأول بتلاعب فرقة في المتناول يعني فرقة ما عندكش معاها صعوبات ما عندكش أنياب حقيقية للتسجيل الأهداف هم فرقة مكتهدة يعني احنا نقول عليهم فرقة مكتهدة فعشان كده كنت بتمنى ان كل العيب انت محتاجه في ماتش يوم السبت مش التلات ماتش يوم السبت ياخد قسط من الرحق كافي عشان تقدر تستخدمه وتستغله بشكل كبير جدا خد بالك انت رايح بعد السفر هتلعب مباراة المقولين في سفر وصفر مدة طوية تجهاد تسفر عطاق مش عارف التلاتة ولا الاربع يعني يعني ممكن بعد المباراة هتقول اعتقل لعب تلعب او الاربع الصبح فيبقى عندك يومين اتنين فقط لغير يوم الاربع يوم السوري يوم الخميس ويوم الجمعة تلعب السبت مباراة فطبعا ده اجهاد على اللعيب اجهاد لما تلعب سبت تلعب التلاتة اللي فات وبعدين ترجع تلعب سبت وبعدين تلعب بتعادل على الأقل عشان تحط الأمور في نصابها الطبيعي على الأقل ليه لان انت ازمتك مش انك اتغلبت من الهلال في الهلال انت ازمتك انك اتعدلت هنا في سندونز يعني هي الازمة الحقيقية بالنسبة للأهلي مش انه اتغلب في الهلال وارد انك تتغلب في الهلال وارد على فيك وارد سندونز يتغلب من الهلال تمام وانت تكسب الهلال الناحياتي لكن الازمة الحقيقية انك كان لازم تكسب الماتشات العرضة كلها او انك تكسب الماتشات العرضة كلها الأزمة الحقيقية اللي انت حطيت نفسك فيها إنك تعادلت مع صندوانسان عشان كده انت ماينفعش ترجع من جنوب إفريقيا بنتيجة إيجابية ماينفعش على أي حلم الأحوال من غير نتيجة إيجابية يعني ماينفعش ترجع وانت مغلوب يعني متعادل يا كسبان ان شاء الله بإذن الله تعالى انت ملكش حل تاني ملكش حل لأن انت خد بالك فرق يزاققنا زي ما احنا شافين كانها مش موجود هنشيل نتائجة لأنها نتائجة كلها بره وجوه زي ما احنا شايفين يعني هي بتتغلب بره وجوه يعني بالنسبة لكل الفرية ما عندهمش أزمة فيها فانت الفواصل بالنسبة لك أو الفواصل الوحيد بالنسبة لك الوحيد خد بالك لأن انت لو لقدر الله في تعصر هناك صندوانس مع الهلال وسلام عليكم السلام بالبالة دي كده عشان معه يعني تتوقع حاجة زيزة اه تتوقع طبعا جد كابتن انت المطلوب انك تخرج من البطولة لأن انت المرشح رقم واحد الاهلي تلات بطولات متتالية بيصعد لن اربعة تقريبا اربعة ولا تلاتة كابتا تلاتة متتالين اربعة تلاتة تلاتة بتكسب اتنين وتخسر واحد ده معنى انت المرشح الاول للبطولة ولما روحت كاسل عالم للاندية عملت انجازات فانت المطلوب انك تخرج انت قصدك ان الامر في ايدك في الوقت الحالي في ايدك طبعا لو لقدر الله اتغلبت من صندوانس خرج الامر بالكلية فعشان كده بقولك هل احنا ما عندنااش التحدي لا لا عندنا التحدي ده هل الاهلي لما بتحط في موقف صعب ما بيجيش لا بيجي دي الاهلي في كل المواقف الصعبة هل اللعيبة دي كمان نفسها لما بتتحط في مواقف صعب ما بتقديش لا بتقدي في المواقف الصعبة تمام احنا نعهد على اللعيبة دي ان هي بتقدي في المواقف الصعبة يعني تحط في مواقف تيرة جدا 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 وكانوا قد المسؤولية بشكل كبير جدا 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 جدا. عشان كده بقولك يا كابتن النهاردة مباراة النهاردة هي مباراة للمكسب. يعني عايز تكسب. انت مش عايز حاجة. انت المباراة النهاردة بتقول انا عايز اهدت تلات نقطة عشان اريح دماغي شوي. افكر بشكل مستريح. لكن لو قدر رأي حاجة تانية اكيد انت الامورها تبقى مختلفة تماما. فعشان كده بقولك المباراة دي من بعد الشوط الاول والمدير الثاني عينه على الحاجتين. ماتش المقولين يا ترى هلعب بمين في المقولين. تمام هل هلعب بالعيب ممكن يبقى اساسي عندي هناك. لانك انت مش برضو الحداشر لعيب دول اكيد مش كلهم هتلعوا برة. يعني مش هتغير الحداشر لعيب وتلعب دول. لا طبعا يعني بتبتين تفكر تب مين اكتر حد لعب ماتشات. تب مين اكتر حد مش حاسس نوع مجهد. حاسس نوع مستمز يعني بيؤد بشكل كويس أو وقف على رجليه مش حاسس بالإيجاد. تب مين اللي ممكن لو لعب التلات اللي جاي ممكن يروح لقى هناك سندونز يبقى موجهد. ففيه أفكار كتيرة في دماغ المدير الفني بيفكر فيها. صعيب. أثناء الجيم نفسه. هيشتغل ازاي. هيلعب بايه. هيقاتل في سندونز ازاي. مين تب المقولين هل هي مباراة صعبة ولا سهل. أكيد مقولين فرقة. ترتيبها في الجدول للترتيب الدورة العام. بيقول إن هي. والسنة دي لها شكل. أه ما أنا بقولك الترتيب بتاعها كمان. أنت بتقيس على الترتيب يا كابتر نعيب. حتى لو كانت الفرقة. أحسن فرقة بس ترتيبها سيء. أو أوحش فرقة بس ترتيبها كويس. أنت بتقيس على الترتيب. لأن الترتيب ده برضو لعوامل مختلفة. مدير فني بيشتغل كويس. لقية بتشتغل كويس. روح قتالية عالية. توفيق مستمر ما أخد بالك دي برضو عناصر مهمة جدا. وإنت بتلعب الفرقة لازم بتعمل حساب. أنا ممكن ألعب فرقة هي موفقة. تمام؟ أو بتلعب فرقة يعني هي برضو دي حاجات تخد بالك. أنت لازم برضو كمان تحسبها. لقى المؤولين العرب من الفرقة الموفقة السنة دي في الدورة العام. فأنت كمان بتلعب فرقة. يعني التوفيق معاها. فالنهاردة وإنت راح تلعب المؤولين برضو. أنت عينك على المؤولين. وفي نفس الوقت أنت كمدير فني عندك حيرة. لأنك عينك برضو على سنة دونز. أسماء من اللعيبة الموجودة أكيد هتبقى موجودة في مباراة المؤولين. وهتبقى برضو موجودة في مباراة سنة دونز. لكن إحنا النهاردة بنتكلم يا كابتن. أن النادي الأهلي كل مباراةه القادمة. أعتقد من وجهة نظر هي مباراة كؤوس. من وجهة نظر الشخصية. سواء في الدوري أو في بطولة أفريقيا. يخلط تخلص مباراة سنة دونز إن شاء الله على خير بإذن الله نبتدي ناخد نفس كبير. لأنه هيبقى عندك الهلال وعندك القطن بعد كده. خلص أنت مش هتبقى مستني حاجة هتبقى مستني بس هما الاثنين يخبطوا بعض. عندك القطن وبعدين الهلال أكيد مباراة. أصد يعني الفرقتين يعني. هتبقى مستني بس الاثنين. لأنك أنت لو كسبت سنة دونز هناك وكسبت الهلال والقطن. أنت بقيت 13 نقطة وش هتبقى مستني بس الحد خلاص سنة دونز هناك أعتقد برضو الاثنين هيبقوا محتاجين أنهم ما يخبطوا ببعض. يا موظي ودي يعني حاجات الأمر في إيدك أكيد في إيدك طبعا يعني طبعا ودي حاجات بداية في كورة الخدم في طبالك كابتن نايمي. فأنا أتمنى إن شاء الله المدير الفني لأنه عنده ضغط جديد جدا 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 أتمنى المدير الفني يفكر بشكل كبير ويدرس في إيد سنة دونز بشكل كبير جدا جدا. وكوننا احنا يعني تكلمنا عن طرق اللعب والأداء بتاعت مستر كورة اللعب إزاي هناك وانت برضو أسر الكبات يعني هم. إن شاء الله بإذنك.